السلام عليكم طلاب أهلا وسهلا بكم وبقناة Medical Students اليوم راح ناخذ محاضرة جديدة من محاضرات البيو كيمستري ومحاضرة كلش مهمة اللي هي محاضرة البروتين محاضرة البروتين محاضرة مهمة لها علاقة كلش بمحاضرات الاماينو أسد اللي أخذناها سابقا فلازم قبل ما تكمل هاي المحاضرة لازم انت شايف محاضرات الاماينو أسد وتعرف الشغلات الأساسية بيها يا الله تقدر تجي تفهم هاي المحاضرة قبل ما ابدي بكل شي لازم أراجع هذا السلايد لأن كلش مهم مثل ما عرفنا قبل ان البروتينات هي عبارة عن تسلسل من الاماينو أسد فلازم نعرف تركيب الاماينو أسد والستراكتشور مع الاماينو أسد عرفنا انه عدنا ذرة كاربون الفا كاربون وسطية هي وصديقتها الـ H هاي منتهين منها وعدنا سايد تشين اللي يخلي الاماينو أسد يختلف عن الاماينو أسد ثاني وعندي كاربوكسي القروب وعندي ااماينو قروب هذاني عرفنا انه شنو أهميتهن هن اللي راح يخلن الاماينو أسد واحد يرتبط بالثاني وهسه راح نكتشف انه الهندور مهم ايضا بالشكل ما للبروتين فأريدكم هاي تعرفوها لازم تعرفون انه عندي الكاربوكسي القروب عدها O H و O هذا الـ O H راح تستغني عنه لما نسوي قاصرة ببتدية والاماينو قروب عدها اثنين H راح تستغني عن واحد من الـ H حتى تسوي قاصرة ببتدية ايشلون هسه راح نعرف شوفو هسه هاذه هذا عبارة عن مقطع من بروتين متكون من سلسلة من الاماينو أسد شوفو هاذه الـ SI و صديقتها الـ H هاي الـ R جروب هاي الاماينو جروب وهاي الكاربوكسي الـ гروب شوفو انه كل كاربوكسي الـ جروب مال كل اماينو أسد مرتبة طوية الاماينو جروب مال كل امينو أسد الاماينو جروب خسران H كان عنده اتشين شوفوا هنا هسه اتش وحده اوكي والكاربوكسيلي جروب خسر او اتش فصار عندي اتش تو او عندي خسرت اتشين و او وكونت بمكان هذا المي اللي خسرته كونت شنو كونت اواصر هاي الاواصر اسمها اصرة ببتدية فالاصرة اللي ببتدية تكونت بينتسلسل الاماينو اسد وخسرت شنو خسرت اص خسرت ذرة جزيئة ماء تمام تمام اريدكم تركزولي على شغلة ثانية هم انو ش بقالي هذني الكاربوكسين والاماينو جروب بقتلي اتش وبقتلي او هاي رح نستفاد منها بعديا فاريدكم تركزولي عليها نقطة ثانية هس احنا قاعد نحتي بروتين من اقول بروتين يعني تسلسل من الاماينو اسد عابر الميت اماينو اسد لما اقول داي ببتيد يعني اماينو اسد اثنية فقط تراي ببتيد تراي ببتيد معناها انو اتلث اماينو اسد وهكذا من اقول بولي ببتايد معناها من الواحد الى الخمسين او تقدرون تقولون من واحد الى مية همو مشكلة اوكي بس اماينو اسد متسلسلة لكن البروتين اي شي يعبر المية هذا ش راح نصيحه نصيحه بروتين فشوفونا انا اي بولي ببتاد يعني اي تسلسل من الاماينو اسد هي تش يقصد به اوكي يعبر الميت اماينو اسد شنصيحه نصيحه بروتين فمن اقول لكم كلمة بروتين او اقول لكم كلمة بولي ببتايد اريد يجي ببالكم هو تسلسل من الاماينو اسد ما ردكم الدخون بالمصطلحات اوكي اتخيلوا لي هذا الشريط دائما اقبالكم زيان هسا يتكون تنتمونهم على شغلة وحدة تكون معلوماتكم مو قلنا احنا اماينو اسد يرتبط بأسر ببتادي باماينو اسد ثاني وهكذا لما يستمر هذا هذا الشريط لما يستمر ويوصل يعبر المية ايش راح نصيحة نصيحة بروتين صح لكن هل من المعقول انو راح يبقى بهيتي شكل هل معقول انو بجسم لبنصر خلية هو على شكل سلسلة نعم هو سلسلة اريدكم تتخيلون هاي السلسلة مثل الخياط اوكي اذا هسا على فرضا انتو هسا كل واحد يروح كنا عدنا عدة خياطة بالبيت صح لو مو صحيح البا بيها شكل ما الحلويات ما الشكلية تفتحها تلقي علبة ما الخياطة هاي كلها عدنا لما نتبع على البكرة ما الخياطة اللي موجودة هل تلقوها بشكل خيوط لو راح تلقوها ملفوفة صح راح تلقوها كلها ملفوفة نفس الحالة البروتين البروتين هو هم الشريط كامل من الاماينو اسد متصل لكن شكل ماتة راح يكون مثل البكرة ملفوف صاير على شكل تجمع فمن اقول كلمة بروتين اوكي نعم انتو راح تتخيلون هيكي سلسلة لكن بجسم هنه شلون راح يكون هيكي راح يكون هاي هذا الخيط بيه نقطة بداية ونقطة ناية بس يكون هيكي امعقد اوكي هاي ماردكم تنسوها ومرات ترى يكون عندي ترى خططين من البولي بيبتايد متصلات بواصر هسا بعدين نعرف هن اوكي لكن هم الشكل هنه شلون راح يصير راح يصير هيكي متعاقد تمام لو مو تمام هاي الفكرة اريدها تكون عدكم انه شكل نعم التسلسل يكون تسلسل خطي بس ترى هذا التسلسل الخطي يكون هيكي متعاقد مثل الخيط مثل الخيط اللي هيكي تفروا بيدكم وتسووا على شكل طوبة اوكي هاي اريدها تكونوا ببالكم ليش لان احنا راح نهتم شلون ترتب بهيكي شكل تمام تمام فهذا اللي حتشي انا هسا مقدمة كلش مهمة ومراجعة سريحة لأهم الشغلات اللي نحتاجها بديكي المحاضرة خليشي نقول على البروتين هسا كله راح يسرعتكم سهل هو long polymers خلي long polymers of amino acid يعني تصار هو عبارة عن تسلسل من شنو من ال amino acid each with each amino acid residue joint بعو تذكرون من قلت لكم ال amino acid يفقد OH منه ويفقد H منه من يفقدهن هذاني شنصيح اسمه يصير residue فلده وخل روحكم amino acid او amino acid residue يعني نعطي نفس الشي فمو فهد فكرة لا تخلوها مشكلة ببالكم انه ممكن ترس تسلسل واحد او اكثر من تسلسل ماكو اي مشكلة على سبيل المثال قل لك الانسولين هو اكثر من اكثر من يعني chain وحده two polypeptide chain two chain عنده ومرتبطات هاي chain بشنو بالdysulfate bound اللي حتينا عليها من انا عدها اس والثاني هم عدها اس قلت لها ليش ما نرتبط السوة فتكون بروتين كامل اكثر من 100 amino acid بس على سلسلتين مو على سلسلة واحدة فايضا كلش طبيعي in such cases the individual polypeptides are not considered subunit but are commonly referred to simply chain يقول لك نعم صحيح حس هذا اني قلت علي هو two chains يعني سلسلتين بس منقول انه هاي وحدة وهاي وحدة واحد لا على كلها نقول بروتين من تعب نفسنا نقول كلها بروتين فمنقال الانسولين نقول لها بروتين ما نقول لانه متكون انه والله هاي سب يونت وهاي سب يونت لا هو بشكل كامل بروتين ففهم هي انه هاي اخير نقطة ها وبعض البروتينات متكونة من single polypeptide chain معناها تسلسل و اكو بروتينات متكونة فقط من تسلسل واحد من الامينو اسد but others called multi subunit protein have two or more polypeptide associated not covalently هس احنا مو اخذنا قلنا اكو تسلسل واحد من الامينو اسد او مثلا الانسولين اثنيا مرتبط تساهميا اكو ترى ممكن يكون اكثر من chain من اكثر من اثنيا chain multi subunit protein يعني بروتينات متكونة من سلاسل متعددة مو سلسلة واحدة من الامينو اسد مرتبطات مع بعض مو تساهميا اوكي none covalently فهيموغلوبين for example have four polypeptide subunit الهيموغلوبين عنده اربعة subunit two identical alpha chain and two identical beta chain عنده alpha و beta بس اثنين alpha و اثنين beta هذني الاربعة كلهن بينات هن اواصر مو تساهمية اوكي بينات هن اواصر تربطهن بس انا شي همني هذني الاربعة هذني chains الاربعة chains كل وحدة بيهن الامينو الاسد اللي بيهن بكل chain بكل سلسلة مرتبطات peptide bound هاي منتهين منها احنا لكن خل ارسمي لكم اياها هايا subunit اوكي قلنا هيكي نرسمها بعد ما نرسمها خطوط ما نرسمها هيكي اربعة خطوط لا البروتين هيكي راح يكون شكله هذني الsubunit كل وحدة من هايا هايا البوليبتايد متكونه من امينو اسد يعني هاي بيها امينو اسد هاي بيها امينو اسد هاي بيها امينو اسد مرتبطات بيبتايد باوند بس كل وحدة بيهن مرتبطات واحدة مرتبطة باللغ باواصر مختلفة اوكي حسب البروتينات راح تختلف هاي الاواصر مو مهمة بس انا من اقول لك الامينو اسد اللي بكل سلسلة من هذني السلاسل راح تقول لي بيبتايد باوند هاي منتهين منها تمام فهذا مجرد ادي يحكي لك عليها مثال بس هذا كله شنو صار اسمه الهيموغلوبين متكون من اربع بوليبتايد تمام تمام شنو اسا انت قتلي ياسين قتلي انو الامينو اسد مرتبطات بوحدة ويلو فباواصره تساهمية سميناها البيبتايد باوند قتلك ايه صحيح قتلي انو وكونتلي سلسلة من الامينو اسد صحتها بوليبتايد واذا صارت فوق المية اصيحة بروتين فهاي البوليبتايد قتلي شغلة لخة انو هاي البوليبتايد ممكن يجيب صفة بوليبتايد ثاني ممكن يجيب صفة بوليبتايد ثالث شلون راح يرتبطن يرتبطن بنوع اخر من الاواصر اوكي نان كوفلينت باوند ممكن هايدروجين باوند ممكن ايونيك باوند اصرا ايونية اصرا هايدروجينية van der Waals forces هايدروفوبك انتراكشن يعني اواصر مختلفة ممكن تربطن اللي اقصد هاي النقاط ده شبرا هاي النقاط الراسم هن هنة ذنة اواصر مختلفة ممكن ترتبهن تكون هي چي بروتين بشكل چبير ف it's a type of chemical bound typically between macromolecules that does not involve the sharing of pair of electron يعني هاي الآصرة ماكو مشاركة للإلكترون بيناتهم آصرة غير تساهمية الامينو اسد من ارتبطن وحده ويلغ قلنا بآصرة تساهمية يعني تشاركن إلكترونات بينما البوليبيبتايت كامل ويا بوليبيبتايت كامل لا متشاركت متشارك إلكترونات ارتبط بنوع آخر من الأواصر اللي هنة ذني الأربعة اللي قبالنا اللي يجوه تمام تمام فيقول they are critical in maintaining of the three-dimensional structure of large molecules such as a protein يقول لك هاي الآواصر وين تهمني يعني هسه آني عندي بوليبيبتايت خط واحد هو خط واحد أما إن أسد مرتبطات بآصرة تساهمية اسمه ببيبيبتايت ما عندي بي مشكلة بس من زاد العدد مالته زاد الحجم مالته آني أحتاج بعض آصرة أقوى آصرة أكثر حتى الشكل مالتي يكون قوي حتى هذا البروتين الأصنع يكون قوي فأحتاج آواصر ثانية آواصر لخة فالطاني هاي الآواصر الأربعة قال لي ممكن أستعملهم فلهنانة أحتاج هاي كلش تبتهموها أوكي من وصلنا البروتين يعني سؤال هسه أنت من تبني بيت مثل ما تبني عمارة لا الأساس لازم يكون أقوى صح من بنينا بيت أفرضوا هاي البيت والبوليبيبتايت آني احتاجت آصرة تساهمية ببيبتايت هذا الأساس نفسه جبت على عمارة شفت إن البوليبيبتايت واحدها ما تكفي أحتاج أواصر لخة حتى تخلي العمارة ما توقع حتى نخلي تركيب البروتين ما يوقع فأني استخدمت أواصر لخة ويالبيبتايت اللي هنه ذني جوه الأربعة زيان اكلاسي فيكيشن طبعا باسبعو بالبداية احنا لأن نحتاج نفتهم المبدأ مالتها شوية نمشي مشكلة بالاستايد بس بعدين رح يصير عدنا المشي كلش سريع اكلاسي فيكيشن اوف بروتين على شن رح نقسم لبروتين أول شغلة اللوكاليزيشن اوف ده أورغانيزم يعني انترال و اكسرا سيليورا داخل الخلية لو خرج الخلية لبروتين موجود أوكي باي فونكشن يعني على الستراكتشر مالتها باي شيف حسب شكله أوكي باي كيميكال كومبوزيشن حسب تركيب الكيميائي أوكي هاي كلنا هسا رح ناخذهم بعض وبهذا الستلايد شي يقولي يقولي الأمينو أسد اللي متكون فقط أمينو أسد مرتبط بأسرة ببتدية بأمينو أسد هكذا أوكي بحيث الشكل مالت يكون هيكي من أباوة علي ألقاه هيكي هيكي بروتين هيكي شكله ما عنده فقط أمينو أسد خطيه بس أمينو أسد وأسرة ببتدية هذا شنصيح نصيح السيمبل بروتين أوكي ومطيني مثال عنه The Enzyme Chymotrypsinogen أوكي فمجرد دي أطيك هذا مثال عن مثال عنه بروتين سيمبل متكون فقط أمينو أسد وأسرة ببتدية وقاعد يأدي شغل انتبهوا دي أدي وظيفة لكن بعض البروتينات نصيح كونجيكيت بروتين هاي البروتينات ما يكفيها هاي الشغلة لازم لازم يجي وياها خلق أغير لكم اللون لازم يتيجي ينضاف وياها مادة جديدة مادة على البروتينات شوف هاي رسمتها بالأصفر يالله يخلي البروتينات يشتغل أوكي انصيح كونجيكيت بروتين فهو السيمبل بروتين بأمينو أسد مرتبطات بأسرة ببتديه وقعد تأديلي شغل الكونجيكيت بروتين بروتينات إذا بس أمينو أسد وبيبتدي ما رح تشتغل يرادلها فد شغلة أضافية فد مادة كيميائية أضافية حتى تقدر تشتغل زين شنو هسا دعني رسمتها بالأصفر هاي المادة الكيميائية اللي يازم ترتبطوها حتى تخلي أدي وظيفة وطبعا هاي المادة تكون ارتباطها كلش قوي شنصيحها بروستاتيك جروب أوكي اسمها البروستاتيك جروب هو ونن أمينو أسد بارت هو باع الكونجيكيت الكونجيكيت البروتين هو بروتين طبيعي زائد البروستاتيك جروب البروستاتيك جروب هو جزء مو من الأمينو أسد بس ضروري موجود ويا هذا التسلسل مع الأمينو أسد حتى البروتين يقدر يشتغل أوكي انصيح البروستاتيك جروب ارتباطها يكون قوي رح أرجع على هذا السلايد ده تشوفون الأمينو أسد رسمناه قبل أمينو أسد منتصل بأمينو أسد وشكله كان هذا بس الأحمر بس الكونجيكيت البروتين شافوه انو ما تشتغلوا بهيج شي لقوفة ما العلاقة بالأمينو أسد أصلا بس مرتبط بالبروتين وارتباط قوي لو ما هذا موجود البروتين كل شي ما يقدر يشتغل هذا الجزء الأصفر صحنا البروستاتيك جروب هذا البروستاتيك جروب ويا هذا البروتين صحنا كونجيكيت بروتين هي بروتينات وعدها بروستاتيك جروب أوكي أوكي are classified on the basic of the chemical nature of their بروستاتيك جروب هاي البروتينات رجعنا قسمناها حسب المادة اللي متصل بيها حسب البروستاتيك جروب يعني شوفو انتبهو خلائص المؤشر عندي لقلايكو بروتينات هاي أمثلة بروتينات بس هاي البروتينات شنو المميز بيها انو متصل بسكريات أوكي إذن شنو البروستاتيك جروب مالتها السكرايد سكريات شوفو ميتالو بروتينات وحدها عادية بس لا حتى تأدي وظيفة يازم تتصل بمعدن شنو معناه هذا المعدن اللي متصل بيها الميتال آيون الهيم هيمو بروتينات وحدها تكون فقط شكل لكن ليش اطيتها اسم هيمو بروتينات لأن الهيم البروستاتيك جروب من ارتبط بهاي البروتينات الطاها وظيفة صار اسمها هيمو بروتينات جاي تفتهمون نفس المبدأ ذني كله نفس المبدأ من اسم يعني لده وخور روحكم باعوا هو البولي بيبتايت شين أو البروتينات انصيح الايبو بروتينات ليش لأن هو بروتين واحدة ما يأدي شغل بس لو ما الليبد لا يبوه معناها اكو لبد متصل بي البروستاتيك جروب ما تلبد لو ما هذا الليبد متصل بي ما يأدي وظيفة لكن ويا الليبد قاعد يأدي لي وظيفة أوكي فأتمنى تكون هنا أنا واضحات هسه شوفوا هذا هذا بروتين هذا الهيموغلوبين متكون من أربع وحدات من الشنو من البوليمارز أوكي من البولي بيبتايت متكون من أربع وحدات يعني ده تشوفون هسا مثلا الحمرة ترى هذا الحمرة هو عبارة عن أمينو أسيد مرتبط بيبتايت باوند يعني يتشي صير مثل الكرة شون الخياط المعقود أوكي فهاي كل وحدة منهن هي بولي بيبتايت تمام اثنين بيتا الفوق اثنين بيتا والثنين جوه ألفة تمام لو متمام لكن هسا هذا كله طبعا ها الأربعة هذني السبيونة متصلات بأواصل لا تساهمية فمن قاعدات من جمعات سوى هذني الأربعة بأواصل لا تساهمية فلما نجي هذا وحدة كل شيء ما رح يأدي وظيفة هذا البروتين إجفت شيء اللي وده تشوفو هذا الأصفر تحسوه مثل يعني ما عرف شنو هذا أصفر يشوف بنص نقطة حمرة هذا هو الحديد والهيم اللي هو هذا التركيب اللي وده تشوفوه هذا البروستثيك الهيم اللي هو البروستثيك قروب اللي ارتبط بهذا البروتين وخلاه كله يأدي وظيفة يصير اسمه هيمو بروتين تمام فهذه نفس الفكرة أتمنى تكون واضحة عدكم فهزا نحن نجي على التركيب أو الستركتشار مع البروتين تذكرون الأمينو أسد متصل بأصرة ببتديه بأمينو أسد متصل بأمينو أسد بأصرة ببتديه صح لو مصحيح وقلنا علي هذا كله شنو هذا كله بروتين صح؟ هذا هذا الستركتشار اللي اسم ثاني أوكي شنو هذا الاسم اسمه برايماري استركتشار أمينو أسد منتصل بأمينو أسد بأصرة ببتديه انصيحة برايماري استركتشار هذا البرايماري استركتشار منو قاعد يثبت منو يطي ثبات هو احنا عدنا أصرة واحدة هي البوتتايد باند أوكي فهي تطيل هي تطيل تطيل قوة صح؟ The primary structure is detected by genetic information found in cell DNA contain code direct أمينو أسد أرلينغت وكذا انت تعرفون ان الأمينو أسد منين يجي لوما النوات DNA يطلع منها MRNA يروح للريبوسومات هذا الشريط MRNA يصير الشريط مع الأمينو أسد مرتبطات بأصرة ببتديه أوكي فهو هنا لدي يحكيك دي يقول لك انه هذا primary structure منين إجاني ترى؟ إجاني من الخلية من الـ DNA فشوفوه هو هاي الأمينو أسد باعوا هذا أمينو أسد هذا أمينو أسد هذا أيضا أمينو أسد جاي تشوفون أوكي وهاي الحمرة هي الأصرة الببتديه فنفس المبدأ اللي حجيت لكم يا أي متصل بأصرة ببتديه بأي هذي يصيحه primary structure تركيب كلنا نعرفه تمام تمام فالprimary structure شنو الشي اللي يطي ثبات راح تقول لي هو ما عنده غير آصرة مميزة وحدة اللي هي الببتديه راح أقول لك هاي هذا نصح باب فهسه كان primary structure كان عنده آصرة وحدة لأن مرات مثلا يعني ثلاثة أمينو أسد ثلاثة أمينو أسد بربكم تستاهل إنه إحنا نعقدها ونسويها بشكل يعني إحنا تخيلوا خيط طويل وإنتو يجي تلفوه بإيدكم وصار على شكل طوبة صح بس إذا هو الخيط أصلا صغيروني ما تقدرون تسوي ما تقدرون تلفوه تلفوه فقبل كان primary structure لأن كان صغير بس هسه راح يصير secondary structure لأن التركيب ما نتعب نصار طويل نحتاج نسوي له تدكون folding لقدت لكم عليها راح نسوي طبقات راح نحط وحده إيتي اللف لفل هذا الخيط الطويل اللف على شي فتهمتوا شلون على السبيل يعني من بقي كشكل خيط فيصير بهاي الحالة اسمه secondary structure وهاي عملية اللفل ده أحتي لكم عليها يعني هو مو كان خط وإحنا رحنا سوينا إيهيتي سوينا بهيتي شكل هاي عملية الصر على مرحلتين alpha helix وبتا sheets أوكي بالبداي سويناك حالة زوني ترتيب حالة زوني وراها سويناك صفايحات هاي لما يصير كلش جبير ف regular folding pattern of the polypeptide فهذني secondary structure طبعا راح يكون stable عد أكهر وائد لين البروتين لأن البروتينات حجمهم كلش جبير فرح نشوف secondary structure هواية بيهن وتكون ثابتات ليش ثابتات البرايمر كان بيأسرة وحدة بينما البروتينات قلنا راح تستعين يعني البروتينات عمارة ما راح تكتفي بالبيبتايد بوند تريد بعد آسرة فتكون stable لأن الآسرة مالتن أكثر the most prominent are alpha helix and beta sheets شوفوا شوفوا هاي الرسمة لين راح توضح لكم هواي شغلات شوفوا إحنا هذا مثلا هاي الطوبات تسلسل من الأمانو أسد إحنا بالبرايمر قلنا نحكي على مثلا أربعة أو عشرة بس البروتينات أكثر أوكي فبالبداية هي وحدة بتصلها بالأخر بعدين راح اصصر alpha helix يعني يجي بس شكل حالزوني وراها راح اصصر على شكل صفيحة كاملة شنو هاي الآصرات اللي راح تتكون وهي شنو راح تتكون شوفوا هسا أنا مو إجيت هذا الأمانو أسد إجيت هذا أمانو أسد واحد من الأمانو أسد خليتها يرتبط بآصرة قوية وزائد صار لفة أكو لفة بالموضوع لأن أنا بديت أعقدة أوكي فالأمانو الأسد الفوق راح يرتبط بإيه الأمانو أسد الجوة تتذكرون من قلت لكم أكو H زايدة و O زايدة ما شتركت بالآصرة البيبتدية راح تشترك نوع آخر من الأواصر حتى تخلي أقوى أوكي دا تشوفون هذن الأواصر هاي النقاط الموجودة فالأمانو جروب والكربوكسي جروب هم كونت آسرة ببتدية لمن هي كانت قليلة ولمن صار التركيب مالبروتين كل كبير كونت أواصر ثانيات في سبيل تخلي الستركتر مالبروتين قوي تمام فهاي النقاط أنتو عرفون أنه هاي وحدة هاي هاي هايدروجين باوند نوع هايدروجين ما بين هايدروجين وما بين أوكسيجين ليش حتى تطي ستركتر يعني سأشوفو هسأني هاي حلقة مو هاي بالضبط اللي هو هذا الرسم اللي موجود هنا شنو الشغلة اللي دي خليه ثابت بهيشي 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 شكل أنه بين كل حلقة وحلقة هم أكو ارتباط وهذا الارتباط دي شوف الكياه هنا شوفوا هذا الارتباط شايفين منشنا نوقف في الاستفاف نفس الحال لدي يسويها الاماينو أسد حتى يضطي ستركتر وشكل منظم تمام تمام فما دام هسأفهمت ذاكا على المخطط كل شي هسأنا رح يكون سهل بعض الالفا هلاكس رح نبدي بأول شغلة اماينو أسد كبر بعد البرائماري ستركتر ما يكفي البرائماري ستركتر يعني البروتين الخياط صار كلش طويل لازم أعقدة أول ما أعقدة لازم أسوي ألفا هلاكس أسوي حلزوني بالالفا هلاكس رح يكون مسارة حلزوني هلاكس باث وش يقول يقول ترآني عندي ثلاثة بوينت ستة أماينو أسد رسديو بير ترن أوف هلاكس بكل فره باقو بكل هاي فره تشوفون هاي الفره اللي تفتر هو هنا مكبر بكل فره تصير ترآني عندي ثلاثة بوينت ستة أماينو أسد تمام تمام زين هاي الحلقات اللي ده تتكون وحده فوق اللوخ شنو اللي ده يثبتها شنو اللي ده يخليها تصير الألفا هلاكس شنو اللي ده يثبته هايدروجين باوند بتوين الأماين نايتروجين and الكاربوكسيل جروب تمام إذن أيضاً بين الكاربوكسيل والأماينو الكروب والكاربوكسيل أيضاً رح تتكون هايدروجين باوند فمن أقول لكم بالبرايماري شنو يا الأصرة اللي ثبتت لي وخلتها قوي راح تقول البيبتايت باوند من أقول لك بالألفا هلاكس شنو اللي رح يططي الستركتر للألفا هلاكس راح تقول الهايدروجين باوند ما بين الأماينو نايتروجين أو تقول الأماينو غروب هما يخالف وبين الكاربوني الكاربون أو الكاربوكسيل غروب أيضاً ما يخالف تمام تمام سايدشين غروب باوند أوتور أوف ذا هلاكس يعني أنت مو عندك هاي الحلقة اللي دا تتكون وفي كل حلقة أكون ثلاثة باوند ستة أماينو أسد ترى يقول لك الار أصلاً بسا راح نعرف ليش إنو هي متجهة للخارج يعني شوفو هسا مو موجودة هاذا تتشوفون هذا الأزرق اللي وراها دا يحوضح لكم المستوى ما اللف الار تكون متجه هي بإن اتجاه طالعاً المفوض على الشاشة أوكي مو بنفس المستوى ألفا هلوكس are often the basis of Fibros polymars يعني البوليمرات أو البوليبيبتايد اللي بالنهاية راح تكون Fibros و Right Handed Helix باعوا Right Handed هسا باعوا إلزموا إيدكم سووا لي إبهام سووا لي Like بإيدكم تمام حسب اتجاه اللفة مال Helix إذا هو باعوا على إيدكم اليمني وشوفوا أصابعكم أصابعكم اتجاه لكم فحسب اتجاه اللفة مال أصابعكم الأربعة البقية جاية من اليمين لليسر لو من اليسر لليمين يعني بالضبط أصابع ورح أرسم لكم ها هاي صحو Right وهاي راح صحو Left لا أكثر ولا أقل فهو البروتينات مالتنا ترى Right Handed Helix ها هذا هم الـ Structure مالتها شوفوا ها باعوا R باعوا R هنانا شون طالع من المستوى أصلا الأصفر هذا وشوفوا بكل لفة هسا ها ببتايد باوند شوف الكربوكسي لكروب كون ببتايد باوند بينما من الطرف الثاني كون هايدروجين باوند هذا يكونها بالبرايمري ستركتشور بينما الهايدروجين باوند منت تكون إلا نعبر مرحلة السكندري ستركتشور إلا يكون سلسلة طويلة كلش بحيث أحتاج آسرة ثانية الهايدروجين ما يثبته الهايدروجين ما بين الكاربوكسيل أكسجين أكسجين مالكاربوكسiels سب�� والهايدروجين مال عمين البروتون The proton ablotin ال près ما بين الmission والأكسجين الأكسجين والكاربوكسي 小 ول الهايدروجين مال عمين كرو تمام تمام 4 residuos a little further along the peptide chain amino acid أكو امينوآسد تصير عندها مشكلة يعني آني إذا عندي poly peptide صار كل الشتبير وهذا poly peptide عنده واحدة من هذن الامينوآسد شوية راح تصير عندي مشكلة destabilization of alpha helical confirmation by certain amino acid residuos can occur in various ways فأس آني عندي البرولين يقول لك راح يدمر هذا ال barn من الألفاهلكس لماذا؟ لأن السكندرية لا تقوم بجيومترية مع الهلكس من الهلكس هاي التركيبة الشكل مالتها طريقة اللفة مالتها تركيبة مدى يلائم هاي اللفة من يصير عملية الدوران أو عملية اللفة اللي تخليه بشكل حلزوني للألفاهلكس عرفتوا انتو الألفاهلكس شنوها مو سويت حلزوني هذا التركيب مالتها مدى يلائم إن شاء الله فالتركيب اللي راح يتكون راح يتكون راح يواجه بي مشكلة فأول شي البرولين عرفنا إنستيت انسرت اكينج انذى جين ويش انترفيرس راح يطيني مشكلة بالستركتر مالتي بعد من الأمينو أسد اللي راح تواجهني مشكلة أي أمينو أسد مشحون الأمينو أسد اللي أخذناها كلين راح تواجهني مشكلة ليش لأن راح يتنافرا فأنت شلون سؤال انتو هذا الستركتر مو هذا الألفاهلكس اللي راح يتكون أول شي كل البروتين هنانا إذا شحنتهم مش شابهات راح يتنافر صح لو مو صارع يصير منانا تنافر فالستركتر كل راح يخرب بعد شنو عندي مشكلة أمينو أسد أمينو أسد أمينو أسد فأني هسا عرفت عندي البرولين بمشكلة لأن شكله ما مناسب ويا الرايت هاندد سبايرل ويا هذا الشكل الحالزوني ما الألفاهلكس ما ملائم المشحونات راح يتنافرا ويا اللخ وأيضا تكون ماملائمة عندي أمينو أسد السايدشين مرة ماملائمة وعندي واحد اللي هو الـ queleicine السايدشين ماتة صغيرة أوكي فالروتايشن راح يصير كلش قوي يعني راح هذا البعض يعني يسمونه هيتي هو صار هيتي ف сейчас راح يصير بشاượng راح يصير فأيضا الستركتر والمسافات راح يصير بين مشكلة اوكي لان هو كلش صغير it can destabilize the alpha helical structure الالفا helics رح يصير بي مشكلة ليش؟ because of the lake of the side chain on glycine allow for a great degree of rotation هذا الrotation الصار هنانا الدوران اللي صار وكون اللي شكل حلزوني رح يصير كلش كبير about the amino acids الفا كاربون فاذن الاربع نقاط لازم تحفظوا ليهن وهنا مجرد راجع ذاكر لي structure فلهنا نكون وصلنا النهاية محاضرتنا عن البروتينات اتمنى كون استفاديتم من المحاضرة اي سؤال اي شي تريدوني ارجع اشرحة راسلوني وان شاء الله من قصروا ياكم مع السلامة